لقي 15 شخصاً على الأقل مسرعهم في هجوم انتحاري استهدف مركزاً للتدريب تابعاً للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو حسب حصيلة أولية أعلن عنها ضباط من الجيش ونفذ الهجوم انتحاري تنكر في زي جندي أمام مجندين كانوا مصطفين أمام معسكر ديكوبادان شرق العاصمة يذكر أن مقديشو شكلت هدفاً لهجمات متكررة تشنها حركة الشباب تابعة لتنظيم القاعدة